صباح خير جعنا لكم بقصة جديدة وفكرة جديدة هذه القصة هي عبارة عن قصة ترويض الفيلة قصة مشهورة في معظم البلاد اللي فيها فييلة الفيلة عبارة عن حيوانات غير أليفة صعبة الترويض فشو بلجاء الصيادين بعملوا حفرة في الأرض توقع لما توقع في طبعا كبيرة طويلة ما بتقدر فييلة تخرج منها لما بتوقع فيها وبستاضوها من قسم الصيادين لقسمين قسم بلبس لبس أحمر وقسم بلبس لبس أزرق أو أخضر عشان يتميزهم الفيلة بالألوان بيجي القسم أو الصيادين اللابسين لبس الأحمر أو اللبس الشرير بيبدأوا يضربوا بالفيلة ويعذبوهم ويرجبوهم بالحجارة بعد دقائق بيجي الفريق الطيب اللي هو اللابس لبس أخضر وبينقذ هذه الفيلة وبترض الشريرين وكل يوم تكرر هذا الموضوع حتى تجد الفيلة ألفة للفريق الأخضر الطيب بعد فترة بس يشوفوا بطعموهم طبعا وبشاربوهم الفريق الأخضر بيكون بذلك بعد فترة الفيلة بتألفهم بتأكدوا الصيادين إنه صارت العلاقة جيدة فبيطلعوهم من الحفرة والفيلة طوعا وحبا بيمشوا وراء الفريق الأخضر اللي هم أنقذوهم طبعا هذه طريقة للترويض الفيلة ولكنها في الحقيقة هي طريقة للترويض كثير من الناس والشعوب للأسف كثير من الناس تروض بهذه الطريقة تسار بطريقة خدعة تقام عليها وما بتفكر إنه ليش هذا الفريق الأخضر لم يوقذني في البداية لماذا هذا الفريق الأخضر مدام طيب ما ساعدني ومدام بستطيع أنه يخرجني لماذا لم يقوم بذلك في البداية دائما لازم نفكر في أفكار الناس الخدع زي ما بحكوا لأن الحربة خدعة الخدع كثيرة ولازم يكون دائما أذكية وخاصة لما يكون الموضوع في خدعة زي ترويض الفيلة لأعطيكم العافية